فيجب أن ينتهي هذا الأمر فوراً 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 متى تنتهي أطنان النفايات التي تحاصر أطراف العاصمة بغداد سؤال لا يزال يلازم أهالي منطقة الزعفرانية التي ضاقت ذرعاً بالنفايات المتكدسة في معسكر الرشيد أحد أكثر المناطق تلوثاً من جراء حرق وتكديس النفايات ما تسبب بانتشار الأمراض السرطانية عندنا بالزعفرانية تقريباً من 850 إلى 1150 حالة السرطان مجتمع بمنطقة الزعفرانية وأحياءها إحنا أصبحنا مكاب نفايات لكل محافظة بغداد والمعسكر قدامكم مكاب نفايات الحرق بالليل يستمر إلى الصباح الباكر بعد يأسنا من الحكومة بعد يأسنا من المجلس البلدي يأسنا من عندهم كل شيء ما جاء يقدمون المجلس البلدي عندنا هو مجلس أبدي وليس مجلس بلدي مجلس أبدي طبعاً يعني ما تغير أوصالهم سنين طبعاً لا يشتغلون لا يسوننا عمل عندنا هواي قضايا تعبانة بالزعفرانية ومع ظهور الأمراض السرطانية والأوبئة بسبب التلوث الجاري برزت مشاكل أخرى للسكان تمثلت بغياب اللقاحات والأدوية العلاجية اللازمة في وقت تعاني الغالبية العظمى منهم من البطالة والفقر العلاجات كلها غالية يعني أصرفت حتى تقريباً بديت بالشفاء بس ما يوجد أدوية بالمستشفيات نشتري الأدوية على حسابنا ونروح الماديها للمستشفى حتى يضربونا الكيمياوي هذا الواقع الصحي والخدمي المتردي لمنطقة الزعفرانية هو صورة مصغرة لما تعاني منه مناطق العراق الكافة حيث يجري تقاضف المسؤولية بين الحكومة ومجالس المحافظات والنواحي بالرغم من وجود ميزانيات وصفت بالانفجارية تذهب إلى جيوب المسؤولين الفاسدين بشهادة الأحزاب أنفسهم بينما كتب على العراقيين أن يموتوا بسلاح الميليشيات أو الحكومة أو حتى جوعا وها هي الأمراض السرطانية تأخذ حسطها منهم